مخطئ من يعتقد أن السوري الذي فر من نار الحرب إلى دولة مجاورة قد نجا فهو لم يتعرف بعد على الشاب محمد ومن مثله من الذين ضربوا موعداً مؤجلاً مع المعاناة في أعمال هي أقرب إلى العبودية أكثر من مهنة قد يسعى إليها أي هارب من الموت إلى الحياة أولاً مجيزة على لبنان كنت أعيد مع حداً بيقربني هنا لم أكن أستطيع أن أشتغل لأن كان لسا عمر صغير شوي قبل 12 عاماً وصل محمد إلى لبنان طفلاً لا يعرف ماذا ينتظره واليوم يستعين الشاب السوري بالصبر والشقاء لاستكمال دراسته الجامعية حيث تجبره الظروف على العمل بورشة للرخام بأجر متدن وفي ظروف سيئة مجازفاً باحتمال أن تلقي قوات الأمن اللبنانية القبض عليه لعمله دون تصريح أنا أشتغل بعيدة المعمل إلا فيه تقريباً شيئاً سبع ستنين وكذلك أشتغل بعيدة المعمل أنه ما حسيت أنه أنا موجود لازم أكون هون أنا كنت عبد الدراسة وكذا وقفت دراسة هلأ أرجعت كفيت دراسته عبد الدراسة بكلية العلام بجامعات الجنان بفرصيدة المشكلة المنواجهة أنه نحن هون كعشة غيلة من السوريين أنه مشكلة إذا جزت العمل أو وزونات العمل هذا الشيء ما عبد قد نحصل عليه عامل أو طالب علم لا يختلف الوضع عند السوريين في البلد الغارق في أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية فمنذ عقود يعمل ألاف السوريين في لبنان حيث استطاعوا إثبات مهاراتهم في قطاعات متعددة مع حصولهم على أجور لا تكفي لسد حاجياتهم الأساسية في الفترة الأخيرة خصوصا بعدما أثقل النزوح السوري كاهل لبنان غير القادر على تأمين احتياجات مواطنه ما دفع الحكومة لتشديد الرقابة على الحدود وفرض شروط جديدة لاستحصال أذنات العمل إبراهيم فتفت الحدث لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات